لما بمفكر في اندونيسيا وجزرها زي بالي مثلا أول شي يخطر على بالنار وغان كده والريلاكسيشن وأن الواحد راح يأجز ويصفضه هنا زي ما بيقولوا أن الواحد يروح يشيل كل شيء من باله غير اللي بيفضلوها طبعا لتقضية شهر العسل كمان وحقيقة طبيعة البلد وجوها وكده كلها على بعضها بتاتي انطباع الإجازة أكثر من العمل لكن يبدو أن اندونيسيا بتحاول تنعش اقتصادها خاصة أن فترة كورونا أثرت فيها جدا وطلعت بفكرة مغرية لعشاقها وخاصة هدول اللي كانوا أو اللي دايما بيزوروها وبيقولوا لك بيقولوا نحنا بنفكر نطول الزيارة أو أنه آه ياريت نقدر نعيش هنا فاندونيسيا أعلنت عن توفير فيزا لكل أحد حابب يعيش فيها بشرط أنه يعمل عن بعد هذه الفيزا اسمها تأشيرة الرحالة الرقمية وهي تأشيرة موجودة ومطبقة في كذا بلد لكن الباكيج اللي في اندونيسيا تحديدا أن الشخص بتتوفر له إقامة مدة خمسة سنوات وخلالها بيعيش بدون ضرائب وشروط التأشيرة زي ما قلنا أنه لازم الواحد ما تقوله أو الفلوس أو أرباحه تكون جاية من برى اندونيسيا فهي بتشوف أنه تأشيرتها الجديدة مو بس حتنعش اقتصادها السياحي لكن كمان حتخلق مليون وظيفة للسكان المحليين واللي شجعهم على الفكرة هو استطلاع عمله وسألوا الناس أنه بتعمل عن بعد أو سألوا الناس تحديدا هذول الناس بيعملوا عن بعد إذا كان عندهم الرغبة أنهم يعيشوا في اندونيسيا فلقوا أنه 95% منهم موافقين وحابين الفكرة موسيقى